نحو ستمائة قتيل بين طرفي المواجهات في الحديدة خلال العشرة الأيام الماضية بحسب وكالة صحافة الفرنسية الوكالة قالت أيضاً إن 150 شخصاً قتلوا خلال الـ 24 ساعات الماضية معظمهم من الحوثيين وبينهم سبعة مدنيين الأمين العام للأمم المتحدة حذر اليوم من تعرض ميناء الحديدة للتدمير جراء القتال لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في اليمن القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف حققت تقدماً نوعياً خلال الأيام الماضية واقتربت من تطويق المدينة المصادر الميدانية تقول إن القوات الحكومية حررت مجمع إخوان ثابت شرق المدينة والاشتباكات وصلت إلى شارع صنعاء مدخل المدينة ناشطون أطلقوا تحذيرات من إقصاء الحكومة الشرعية التي تبدو خارج المعادلة مما يحدث في الحديدة ما يسمى بالقوات المشتركة هي عبارة عن قوات طارق صالح بالإضافة إلى ألوية العمالقة وهي قوات أنشأتها الإمارات بمعزل عن المؤسسة العسكرية الرسمية وهي تخوفات يعززها ما يحدث اليوم في عدن كون قيادة الشرعية غير قادرة على ممارسة مهام الدولة في العاصمة المؤقتة نظرا لأن الحاكم الإماراتي هو الذي يحكم فعليا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن عن نزوح أكثر من ثمانين ألف أسرة من الحديدة جراء الاشتباكات والمصادر تقول إنهم ذهبوا إلى مناطق لا تعد آمنة وزارة حقوق الإنسان أدانت انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في الحديدة وقالت إن عناصر الميليشيا قامت بالتمركز على أسطح منازل المواطنين واستخدمت المستشفيات والمدارس ودور العبادة كمراكز وثكانات لأعمالها العسكرية تمضي معركة الحديدة باتجاه التصعيد فيما يبدو أنها استجابة لرغبة التحالف في اختطاف نصر في المدينة بهدف تقدم خطوة نحو الحل السياسي الذي ترفضه ميليشيا الحوثي حتى الآن في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية بينما يدفع المدنيون فاتورة كبيرة من الأرواح والنزوح والمعاناة